اللهم هدنا في من هديت أما بالنسبة للتصاليب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع شيئا فيه تصاليب إلا نقضه النقض بالضبط يعني غير معالمه فلا ينبغي لأحد أن يستبقي صورة صاليب على ثوبه أو على ملبوسه بصفة عامة والصليب أحبة في الله إعلان عن تجذيب الله عز وجل حيثما رفع صليب على أرض فهو إعلان عن تجذيب الله في هذه الأرض لأن الله جل جلاله يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فعندما ترفع صليبا أنت تعلن عن تجذيب الله عز وجل فانتبه لهذا المعنى لأن بعض الأشياء كثرة شيوعها يضعف الإحساس بها كثرة الإمساس تضعف الإحساس وقد تميته وتفقده بالكلية كنسبة الولد إلى الله نسبة الولد إلى الله من أكبر الكبائر وأشنعها لكن لشيوعه بين الناس غير المسلمين لا نكاد نشعر بشناعته لكن ارجع إلى قول الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ما منزعت هذه الكلمة في عين الله عز وجل لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فأرجو أن مساعدة عموم البلوة بباطل صراح وبمنكر صريح لا ينبغي أن يهون شأنه في نفوسنا لو بقي على عهد الله وميثاقه رجل واحد فإن الله جل وعلا يكلف بالاستقامة على هديه ومنهجه أسلق طريق الهدى لا توحشنك قلة السالكين واحذر الطريق الغواية لا يغرينك به كثرة الهالكين هذا بالنسبة للصليب لأن أمره بيّن واضح طبعا فيه فرق عندما يكون على هيئة صغيرة جدا غير مشاهدة وكان شعار لشركة سيارات أو شعار ومسألت أنه براند صورة صغيرة غير مقروعة وغير مرغية وغير محسوسة ربما يكون التغافر فيها نظرا لعدم ظهورها ولعموم البلوة به أما صليب ظاهر واضح محسوس ملموس مشاهد لا ينبغي المسلمين أن يفعل ذلك بحال الصور طبعا تختلف يعني صور الكاملة لا ينبغي أن توضع لا على ثياب لا على ثياب ولا على غير ثياب ينبغي أن تطمس وإني لا نشتري التشيرت أو الفينلات اللي عليها صور كاملة بهذه الصورة خاصة إذا كانت لرموز يمجدها أصحابها ويقدمونها لكي تكون أسوة ورموزا متبعة متبوعة هذا لا ينبغي لرجل أن يؤمنوا بالله واليوم الآخر أما ما كان من هذا على هيئة صور صغيرة جدا كبراند في شعار أو نحوه قد يكون الأمر في ذلك مغتفرا إذا كان الصورة غير مرئية يعني بوضوح صغيرة جدا لا تقرأ ولا ترى فأرجو أن يكون الأمر في ذلك واسعا وفي النهاية أيها الحبيب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك واعلم أن خير دينكم الورع وأنه لا شيء يعدل السلامة في الدين نعم